مع اتمام الشركات السعودية لنتائج أعمالها للربع الثالث من هذا العام ولكن يبدو بأنه بضغط من الطاقة والبتروكيمويات هناك تراجع في الأرباح المجمعة بالنسبة للشركات السعودية في الربع الثالث من هذا العام دعونا نصلط الضوء على تفاصيل هذه النتائج بداية ولدينا للأرباح المجمعة لو تحدثنا فيها باستثناء نتائج أرامكو سنجد بأنها متراجعة بنسبة 12% لتسجل خلال هذا الربع من نسبة للربع الثالث من هذا العام قرابة 33 مليار و300 مليون ريال خلال هذه الفترة وهنا نقارن على أساس سنوي مقارن بنفس الفترة من العام السابق وبالتالي من لاحظ بأن الأرباح المجمعة لو جمعناها مع نتائج أعمال أرامكو سنجد بأنها متراجعة بقرابة 19% لتقارب 157 مليون ريال خلال هذه الفترة النتائج أعمال الشركات بالربع الثالث له خصوصية خاصة في نتائج أعمال الشركات الذي يوضح الرؤية بالنسبة لأداء الشركات في المجمل في ظل المعطيات إن كان على صعيد السوق الداخلي وأيضا الطلب الخارجي وبالتالي لاحظنا مدى تأثر الاقتصاد العالمي وأيضا مخاف من التعطل الطلب وأيضا تراجع الطلب في ظل الركود من الاقتصاد العالمي هذا ما أثر على قطاع الطاقة والبتروكيمويات لو تحدثنا هنا عن توزع الأرباح بحسب القطاع نجد بأن قطاع الطاقة يستحوذ على 78% من هذه الأرباح وهي الحصة الأكبر البنوك بقرابة 12% لاحظنا أيضا نتائج إيجابية لعدد من البنوك ونتيجة لذلك في ظل الارتفاع الذي شهدناه لمعدلات الفوائد وهذا ما دعم أيضا دخل الفوائد بالنسبة للبنوك أيضا الاتصالات بقرابة 4% والمرافق العامة بـ 3% أيضا نتحدث عن الشركات وتأثيرها أيضا التي استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأرباح نجد بداية أولا حول الأسباب للانخفاض الذي شهدناه في الأرباح المجمعة كما تحدثنا أن السعودية قررت الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط والذي بدأته منذ يونيو وفق الاتفاق مع أوبيك بلاس فيما يتعلق بالإنتاج النفط من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق وتم أيضا تمديد هذا الخفض إلى نهاية العام 2023 وبالتالي تراجع الأرباح المجمعة لقطاع الطاقة كان بقرابة 21% الركود في الطلب العالمي وهنا نتحدث عن الخسائر المجمعة لشركات البترو كيموية التأثير الركود وأيضا الطلب العالمي كان له تأثير على نتائج أعمال الشركات وما شهدناه أيضا بالنسبة لأسعار المنتجات والكميات المباعة أما بالنسبة للشركات السعودية التي كانت أعلى في الربحية نجد هنا ملخص النتائج بداية هناك كان 42 الشركة سجلت خسائر خلال هذه الفترة لكن الانخفاض في الأرباح كان من حصة 52% وارتفاع الأرباح لقرابة 111 الشركة أرامكو على الرغم من تراجع أرباح الذي كان بـ 21% إلا أنها جاءت أفضل من التوقعات وبالتالي كانت أرباح تسجل 123 مليار ونصف المليار ريال أيضا البنك الأهلي وكما تحدثنا على دور القطاع المصرفي والذي استطاع أن يحقق نتائج إيجابية بمكاسب بـ 6% قطاع الاتصالات بالنسبة لـ SDC لاحظنا ارتفاع في الأرباح بـ 38% مصرف الراجحي كان هناك تراجع في الأرباح في 5% أما بالنسبة لكهرباء السعودية تراجعات بـ 12% من نسبة لنتائج أعمالها لو تحدثنا عن السوق السعودي بشكل عام لنلاحظ بأن هناك كانت حركات واضحة وإيجابية لمؤشر السوق السعودي بقرابة 3% منذ بداية هذا العام السوق بشكل عام أيضا قد شهد خلال هذا العام إدراجات كبيرة وخاصة بأنه يعتبر السوق السعودي خليجي في المنطقة الشرق الأوسط الذي يستحوذ على حصة الأسد فيما يتعلق بالاكتتابات العامة مكرر ربحية عنده 18 مرة وهذا يعتبر رقم مغري بالنسبة للدخول والاستثمار في السوق السعودي أما القيمة السوقية لدينا قرابة 11 تريليون ريال وقرابة المكاسب منذ بداية العام بنحو تريليون و160 مليار ريال إذن كانت هذه نظرة حول النتائج المجمعة للشركات السعودية خلال الربع الثالث